نبدأ معك دكتور معتوق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا نشره أترك في هذه المذكرة دكتور مذكرة وزارة التعليم العالي باستدرس مؤخرا هذه معلومة اللي بريد نتقسمها مع الطلبة اللي معنين بها لكن ما توصل لهم يعني في الوقت المناسب مهم نقسم معهم هذه المعلومة هي أنه السيد وزير التعليم العالي هو من هو السيد وزير المنتدب تجيبه باش من نغلطوش توقيعك من طرف الوزير المنتدب لدى وزيرات الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هذو جوجة الوزارة وقعوا لواحد الوثيقة سموها قرار بالفرنسية ديسيزيون كونجونة القرار ما بين جوجة الوزارات وقرروا لتعطى المينحة سبعة لافدرهم الطلبة التي ستسجلوا في الدكتورة ابتداء من السنة الأولى ووضعوا مجموعة الشروط سيأخذها شهرياً طالب ستسجل في الدكتورة سيأخذ سبعة لافدرهم كمنحة شهرياً سيكون كي يتوفر فيه الشروط الآتية الشروط الشرط الأول هو يكون عنده جنسية مغربية ثانياً يكون مسجل في سلك الدكتورة في جامعة عمومية في جامعة عمومية وفي واحد المواضيع اللي هي عندها أسباقية يعني ماشي أي موضوع في الدكتورة ماشي كل طالب يسجل في الدكتورة ويأخذ المنحة مواضيع اللي عندها واحد أسباقية يعطينا واحد أسباقية يتلقى واحد المواضيع عندهم أسباقية في ذاك الجامعة العمومية نقول الله يخليكم أنا تهمني موضوع من هذا المواضيع الشرط الثالث هو يكون عنده السن دياله ما يكونش يتعدى ستة وعشرين سنة يعني الواحد وعشرين دوجانبير من السنة اللي غي تقيد فيها ما يخش يتعدى ستة وعشرين سنة السيتنا اللي كينغي يوصل لسبع عشرين سنة وما بنسبة الدراسات الطبية أو البيطارية هذو السن لحد الأدنى للسن يجب تكون عندهم وسبع عشرين سنة عندهم واحد العام زيد وأخيرا ما يكونش يمارس حتى شي ناشط اللي كي ياخذ منه مقابل سواء يعني بطريقة دائمة أو مؤقتة توقيت يعني كي يخدم غي نص النهار ولا النهار كامل ما يخصوش يكون خدام ما يخصوش يكون عندهم واحد دخل في أي ناشط يشتغل فيه إنهم هذو ما الشروط وطبعا من اللي غادي تلقوا القرار وترجعوا له وغا تلقوا بإنه وهاد طاليب ستجفة الدكتوراه غادي يشتغل تقريبا واحد يعني تسعين سانة تسعين ساعة في العام اللي غادي يكون يشتغلها تسعين ساعة في العام يعني معدل تقريبا تنية ساعة في النهار بين أشغال طبيقية أشغال تأطيرية مساعدة ديال في الامتحانات في الحراسة والتصحيح في التأطير ديال بعض الأشغال ديال الطلبة ديال الإجازة وديال المستر إذن غادي يكون عنده واحد مجموعة ديال الأشغال اللي غادي يقوم بها ويعني واحد تقريبا واحد المعدل يشتغل حتى تسعين ساعة سانويا وهذا شيء غادي يكون عنده واحد مراقبة من طرف الأستاذ المؤطير دياله واللي سانويا تخصو يأكد له بأنه هالطاليب هدا راه يشتغل وراه استوفى هات الشروط ومين يمكن له عبتنين يجد له المينحة سنة وهذا المينحة كتعطى لمدة ستة وتلاثونة شهرا يعني ثلاث سنين ثلاث سنين كتعطى المينحة سبعة الاف درهم شهريا خالية من الضرائب نتمنى المعلومة يعني أنا ما أعطيتش رأيي فيها فقط أعطيتكم معلومة يعني بدون تقييم باش تكون فراتكم باش تقدروا تستفدوا منها ثم كطلبة ليتكونوا معنيين بتشجيل في الدكتورة إذا خاص بطلبة معلومة اليوم هي خاصة بطلبة وتحديدا طلبة الدكتورة مينحة سبعة الاف درهم لمدة ثلاث سنوات طبعا فيها مجموعة ذي الشروط الشروط ستوجدها طبعا ضمن معلومة اليوم مينحة سنوات